نعمة ربانية 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الله يسلمك من هو الاب القصر بولس يعقوب الكاهن والشعر صدقني انا انسان يعني بسيط عادي يعني ما بدي اقول لك شي عن حالي انا من ديريك مواليد ديريك انا المالكية ولدتو بديريك عشتو فيها فترة من الزمن طلعتو من ديريك بال سنة الـ 88 ابوي هو ابونا لويس القص لويس يعقوب عائلتنا كلها شمامسة وقصان ابن عن بابا ابونا ميخايل يعقوب لازال بالدرباسية نحن معروفين بيت يعقوب صارع يعني من اجداد اجدادنا نخدم بالكنيسة ونحب الكنيسة ربيتو بديريك فترة الصغر تبعي بديريك هي بحد ذاتها تخليك انه تعيش وتستلهم من الطبيعة من ناسها من اجواءها من كل شي حوالين ديريك المالكية تخليك تبدع ان كان بالكتابة ولا ان كان بالتلحين ولا ان كان حتى يعني بغير امور تانية بالحياة طلعنا رحنا على الحسكي ابو يصار قس بالناصرة الحسكي وبعدين انا طلعت ودرسته الشام خرجته وبعدين صرته قس برأس العين وانتقلته لامريكا وحاليا انا بامريكا صالي 13 سنة ونص تقريرا بامريكا هذا هو ابو نابولوس بشكل ابونا لا معروف بشكل مختصر يعني ابونا انت درست بشكل انا درسته بالدير بالاحراب انا درسته بالدير مارافرام خلصته التاسع وطلعته على التلات دير كلية مارافرام هونيك درسته خمس سنين بعدين تخرجتو دبلوم لاهوت والسيرياني طبعا صرتو سنتين ونص سيدنا البطرق الله يرحم ويرحمنا ببركة صلاة وبطرق زكا عيني استاذ بالكلية لمادة التقصيات والحان الكنيسة البيت غازو كنتو ادرس الطلاب عندي كتير من الطلاب حاليا عني كهنة وتنقل قسان ورهبان وفي من المطارين كمان كنتو حاليا موجودين درستوان يعني هاي كانت دراستي بالشام يعني تقدر تفكرني اسماء من اللي درستو من القصانة والمطارين؟ صدق في عنا يعني عندي كم يعني من الاخوة الكهنة والبطان والمطارين يعني في ابونا انطونيوس الحسكي موجود معروف بالمطارين هو السكرتير سيدنا المطارين موجود هونيك في ابونا الراهب اندراوس حاليا موجود هون بامريكا مطارين زحلة اجا بعدي سنتين او ثلاثة الكلية فكنتو ادرس علمو مرات البيت غازو يعني كنتو علمو البيت غازو وفي كتير من اللي يعني تنقول التانين اللي الرهبان والكهنة تنقول اللي كان يجوم من برا البلاد حتى حاليا موجودين بالسويد وفي ابونا روني ابونا بولوس جرجس كام طالبي كمان يعني في عدد مميح من الكهنة حاليا ما عم بتذكر كلا يعني لكن هدول مشكل المختصر يعني خليني احول متى كتبت الشعر؟ وبمن تأثرت في مطلع حياتك الأدبية؟ صدقني انا من صغري احب الشعر كنتو وخصوصا السرياني يعني انا الشعر اللي كنتو اكتبو هو كان او بالاحرى كنتو كتير اتأثر فيو هو الشعر السرياني يعني وخصوصا مارفرام وماريا عقوب السروجي من الكنيسة يعني هي الكنيسة اللي خلتني اكتر شي استلهم الشعر وخصوصا السرياني يعني تنقول الشعر بحد ذاته اللي كنتو اسمعه لمارفرام وماريا عقوب وماربالاي كنتو وقت الترجم للعربي كنتو استمتع كتير فيو يعني كنتو احب كتير الشعر هذا طبعا بالنسبة للشعراء التانين الحاليين خلينا نقول اللي السريان نقول ولا الميردالية يكتبون انا كنتو كتير احب المرحوم شعر المرحوم دنحو دحو كنتو كتير اسمع له كان فيه له سي دي كتير دايما كنتو انام واسمع الشعر تبعه يعني هذا الموسيد تنقول كاسيت كان وقتها كاسيت يعني ومارفون وعبو تشامعون انا اوجه له تحيتي كتير كتير احب الشعر اللي يكتبوه بالسرياني الميردالي احب كتير كان المرحوم جان كارات الاغاني تبعه وربينا عليها طبعا كتير كتير كنتو احب الكتابة تبعه للمرحوم جان كارات ابو فادي الله يرحمه كنتو احب طريقة كتابة الشعر تبع الملفونه جاك ابراهيم كتير كنتو كمان اوجه له تحية كنتو اسمع كتير لكلماته احب كلماته بالاضافة للفنان الله يطوله بعمره فنان الجزيرة عبود فؤاد الاستاذ عبود كمان انا كتير احب طريقة كتابته بالشعر باللهجة الميردالية مجه له تحية وكمان حاليا يعني اخونا الفنان عزيز بهنان كمان مجه له تحية كمان احب طريقة كتابته يعني شي جديد يعني احب الطريقة اللي عم يكتر فيها ابونا انت كتبت في البداية الشعر السرياني يعني قصايدك كانوا باللغة السريانية كنتو اكتب سرياني بصراحة كنتو اكتب سرياني اي في عندي انا بصراحة في عندي اغاني اه يعني انا كتبتو اه غنية سريانية لاموراد كرم وغناها ميتو العينوتك حليتو زمرتو كزومرنو مش معنو بريتو كولا وشهرو شوهرنو ما لكتو دول اي بايدي اي لقروحامنو اي لقروحامنو يعني هاي واحدة من الاغاني السريانية اللي كتبتوها اه في عندي اه لحنتو لملكونو عبود شامعون اه اه شار عبود شامعون ملكونو عبود وغناها ادوار لياس اه اسمها غنية اسمها زان والانصيبين اه غناها ملكونو ادوار لياس وجه له تحية الو ملكونو عبود كمان انا لحنتو له الغنية هاي كتير حلوة زانو الانصيبين ومديتو دابو هاي كتير حلوة زبني ودورين كتير حلوة الغنية هاي اذا مثل معنى هيك دندني منك؟ انا مشكلة غنية مو غنية بصراحة يعني مولة بشانشي يعني بس اه هي خلينا نقول اه هي عالآباء وعالمدينة نصيبين وعال تراثنا السرياني وتراثنا الكنسي هي بس لانو هيك هي رح اسمعك شوي من نعم زانو الانصيبين ديتو دابو هاي 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 خلينا نقول شي تراثي هو يعني عالتراث في عندي كمان اه اه غنية سريانية اه اه ملفونو عبداللهحد خاتشو سنغرو عبداللهحد محامي عبداللهحد خاتشو اوجه له تحية كبيرة اه كتير عزو وحبه وحب كتابته وطريقة كتابته بالشعر السرياني كتير كتير اه كان كتاب غنية ولحنتوها وغناها اه ملفونو داني عبو اه حاليا هو بالسويت كمان وجه له تحية وشاركنا بمخرجان الاغنية السريانية بالقامشليخية اسما زبنو كارخ بريشينا وبدربوني مسكرينة وحامينا نلاوي ريشو كولان ريشي هاوينا يعني هاي كتير كتير حلوة الغنية كمان اه الحاني هي لحنتوها اه غناها ملفونو داني كلمات ملفونو دل حاليا ابونا انت كان لك مشروع عمل مع الفنان الكبير طارق مراد ومشروع العمل هو ضلالتي دي حبيني يعني تحكي لنا عن هالمشروع وعن الكاسيت اللي خرج للجمهور اول شي بدي اقول بالفعل طارق مراد هو فنان كبير يعني فنان كبير بكل ما تحويه الكلمة من معنى خليني اقول فنان شامل خليني اقول فنان اه من الطراز الرفيع بكل معنى الكلمة بي اه بصوته بألحانه بأخلاقه اه بفنه بصراحة بفنه يعني بعزفه ابو جورج اه انا بوجه له تحية كبيرة كتير كتير من امريكا ومن كامشلي ومن كل الدنيا لانه ابو جورج اه طارق مراد الفنان الكبير اه تربطني فيه علاقة من زمان اول شي اه وابونا بس في توضيح نحن باكورة باكورة اه مشروعنا بشخصيات مؤثرة كان اللقاء مع الفنان الكبير طارق مراد وقت اجل زيارة لانقامشلي ابو جورج اه تربطني فيه علاقة اول شي ابن بلدي ديريك المالكية ابن الجزيرة اه تاني شي تربطني فيه علاقة قربة يعني نحن تربط ميرون يعني اه تالت شي تربطني فيه علاقة الحارة يعني ورابع شي تربطني فيه علاقة الغنية وما غنية والفن يعني احني الفن في دمنا هو خلينا نقول اه الموسيقى في دمنا هي اه اول ما اشتغلنا انا وطارق بصراحة اه اشتغلنا تراتيل يعني التراتيل كان تقريبا سنت ال ستة وتسعين او سبعة وتسعين او سبعة وتسعين عملنا اه سي دي اه تراتيل اه انا وش انا وطارق سجلنا هذا السي دي كان هيكي لايف كان العازف اوجه له تحية كبيرة صاحب الانامل الذهبية حسان جرجس حبيبي حسان انا كتير 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 احبه لحسان صديقي واخوي وكمان تربطني فيه علاقة كتير قوية اه اوجه له تحية كبيرة لحبيبنا حسان جرجس اه فسجلنا هيكي اه المسجلة يعني لايف سجلنا مع بعض وبعدين نزلناه سي دي تراتيل العربي والسرياني وهدول التراتيل الكنسية تراتنا السرياني اه تراتيلنا السريانية الكنسية وتراتيل عربي كمان فرح احجار البيت والرب يرعاني فلا يعوزني شيء هنا يعني هدول التراتيل كلتها سجلنا هتسمعنا من ابونا شي ترتيل من هالتراتيل العربي طيب راح اسمعك مقطع من العربي يعني ما عندي مشكلة موسيقى الرب يرعاني فلا يعوزني شيء هنا الرب يرعاني فلا يعوزني شيء هنا موسيقى وفي مرعان خدرت يربدني رب العالم وفي مرعان خدرت يربدني رب العالم وفي مرعان خدرت يربدني رب العالم موسيقى وهيك مستمعينا وصلنا إلى نهاية حلقتنا انتظرونا في الأسبوع المقبل بنفس التوقيت بالجزء الثاني من المقابلة مع الأب القاص بولوس يعقوب المعروف باسم أبونا لاما إلى اللقاء موسيقى يسوع ملك الملوك ولد في المغارة يسوع دل المجوس والنجم يشارة يسوع ولد اليوم من أم العذارة يسوع أعطى الدنيا سلام وطهارة يسوع أعطى الدنيا سلام وطهارة يا رائعي حالي الحالي